مرحبا جميعا ان شاء الله تكونون بخير وياكم دكتورة نور الهدى من Made with us واليوم حبيت اشرح لكم على شغلة كلش مهمة بمادة غانياند أوبستاتريكس اكيد اكيد راح تتسألون عليها فلازم من المهم يعني انه تضبطوها اللي هي كيفية حساب الـ expected due date والجستيشنال from the last menstrual period ماشي؟ فمثل ما تعرفون انه احنا جزء من كل هستري بالأوبستاتريكس لازم نعرف الـ expected due date والجستيشنال ايج واول ما تبدون تقدمون الكيس للدكتورة اول شي احتسألكم عليه هي الـ expected due date والجستيشنال ايج فاذا قدتوا جنتوا حاسبيها غلاط حتى اللاز عليكم من البداية وممكن حتى ما تخليكم تكملون الهستري فكلش مهم تعرفون اشان تحسبوها بالطريقة الصحيح لانه ما تنسألون عليها سواء كان بالسيشنات او بالامتحان ماشي؟ وطبعا هي راضي لها تدريب فانتوا دائما من تروحون تاخدون كيسات اي كيس اوبستاتريكس شوفوها حاولوا تحسبون الـ expected due date والجستيشنال ايج من الـ last menstrual period وبعدين تأكدوا منها عن طريق الطبلة ماشي او عن طريق الـ ultra sound على ما تتأكدون منها ماشي؟ فسا خلنا نجي اول شي انه احنا على ما نقدر نحسب الـ expected due date والجستيشنال ايج نحتاج الـ last menstrual period فهي شن هي الـ last menstrual period الـ last menstrual period هي اخر دورة شهرية عند الـ pregnant women يعني شوقت كانت اخر دورة شهرية عدها بس هنا شنو الترك اللي هواي طلاه بيوقعون بيها انه يا يوم من اخر دورة شهرية هي الدورة شهرية عادة تكون ممكن ثلاثة يام خمسة يام سبعة يام تستمر فيا يوم من عدها اللي انا احسبه انا احسب اول يوم the first day of the last menstrual period ماشي هاي الشغلة كلش مهمة من السئلون للـ patient لما الـ patient منتقول لها شوقت كانت اخر دورة عدتش ممكن تقول لكم اخر يوم يعني شوقت انه هي نطفت وخلصت بعد الدورة عدها ممكن تقول لكم هاي اليوم محا تفتهمكم فلازم الصيغة اللي تتسئلوها للـ patient كلش تكون واضحة انه شوقت كان اول يوم مال دورة مالتش ماشي اول يوم مال اخر دورة إليش وتأكدون عليها انه هي تتذكر طريقة صحيحة يعني اذا هي ما متأكدة ومو كلش متذكرة فما رح نقدر نعتمد على الـ last menstrual period حتى نحسب الـ expected due date والـ gestational age هاي الطريقة مترهم إلا إذا كانت الـ pregnant woman متأكدة من التاريخ وكذلك مترهم إلا إذا كانت دورتها أصلا منتظمة يعني هي تجيها الدورة كل 28 يوم وكل شهر تجيها يعني بنفس الوقت وما تنقطع مثلا شهر شهرين وترجع تجيها شهر لا تكون regular وات 28 days intervals فإذا هاي الشروط تحققت مال أولا انه هي تتذكر طريقة صحيحة وثانيا انه دورتها منتظمة كل 28 يوم فإذا ذا كل وقت أنا أقدر أحسب الـ last menstrual period ماشي والقصدي أقدر أحسب من الـ last menstrual period الـ expected due date والـ gestational age otherwise الطبيبة إذا جتها patient والـ patient ما تتذكر مالتها الـ last menstrual period أو دورتها كانت ما منتظمة فأنا ما حتقدر تعتمد على حاجيها وحتسوي لها ultrasound اللي هو dating scan at 10 إلى 12 weeks of gestation يعني تقولها انه بالـ ultrasound وانه تقدر تحدد مالتها الـ expected due date وكذلك تحدد gestational age of the fetus ماشي فكلش مهم ما رد تنبهكم علىها إن شاء الله انه شون تسئلون الـ patient وانه مو كل patient أو مو كل pregnant lady لانهما مو patient يعني انه نقدر نعتمد على مالتها الـ last menstrual period المهم هسا خل نجي الـ last menstrual period مثل ما قلنا هو أول يوم من آخر دورة شهرية راح نقدر ناخذ منه الـ expected due date وراح نقدر نطلع كذلك منه gestational age ماشي الـ expected due date هو اليوم المتوقع للولادة ماشي إنو أنا نقولها انت بهاي اليوم المفروض تصير ولاد تج أما gestational age فهو العمر مال فيتس inside of the uterus بس شقد وصل العمر ماته يعني 36 weeks أو شقد ماشي فشنو طريقة الحساب فلسا خل نجي ناخذ مثال عندنا الـ last menstrual period مال فلان pregnant woman كانت 10 1 2023 يعني بشهر الـ 1 يوم 10 كانت أول يوم مالتها من الـ last menstrual period مثل ما تعرفون هو الحمل شقد يطول 9 تشهر فإحنا على هذا التاريخ نضيف 9 تشهر حتى نعرف شوقت مالتها الـ expected due date بس شون نضيفها هاي التسع تشهر نضيفها باية طريقة أولا على الأيام نضيفون 7 نضيف هنا 7 days على أشهر يأما زيدون 9 أشهر يأما تنقصون ثلاثة حسب يعني الأسهل والسنة ممكن تزديد ممكن لا يعني هسا مثلا هاي بشهر الواحد وراء تسع تشهر من شهر الواحد يكون شهر العاشر اللي هو بنفس السنة 2023 أما إذا كانت بشهر الـ 12 أو العاشر أو التاسع فياكيد راح تكون ولادتها بالسنة الوراها ما شيفة السنة تبقى يعني ممكن تزيد أو لا حسب إذا حتكون الشهر مالتها بنهاية السنة أو بداية السنة المهم فسهلا من شهر مالتها هاي شنو هيكون الـ expected due date هنا راح نزيد 7 فش رح يصير 17 شهر الواحد راح نزيد 9 سنة فحصير 2023 فهذا الـ expected due date مالتها ماشي هزا خلناخذ مثال ثاني قولوا الـ LMP مالتها جان يوم 5 شهر السابع 2023 هنا انا شرح نسوي بالأيام شنو هنضيف 7 أيام فخمسة زاد 7 هتكون 12 بالأشهر ممكن نزيد 9 ممكن ننقص 3 هنا أنا تنقص 3 أسهل 7 نقص 3 4 طفرت على السنة الوراها لو ما طفرت طفرت في 2024 فحيكون الـ expected due date 12 4 2024 أنا هنا ندعو لكم عندما نطلع الـ فخلن نروح على السلاد الورا وناخذ مثال ثاني قوله قوله كانت 24 3 2023 الـ LMP الـ expected due date شحيكون الـ 24 حنزيد 7 وشار الثالث 31 يوم تمام فـ 24 زائد 7 31 شهر الثالث زيدنا 9 فـ 3 زائد 9 12 وهنان السنة بقت نفسها فحتكون 2023 ماشي هنا السنة بقت نفسها فصارت 31 12 2023 خلنأخذ مثال أخير بفكرة أريدكم تنتبهون عليها إذا كان الثالث من الشر الثالث مالتها 30 12 2022 هنا من رح نزيد 7 ما حيبقى الشهر نفسه رح أطفر على الشهر الوراء مصحيح فمن أطفر على الشهر الوراء رح يروح لـ 12 يصير الشهر الواحد فهي النقطة خلوها ببالكم لأنه إذنت أذا ما زيدت هنا شهر من رح تجون تنقصون أو زيدون حيكون نقص شهر فمن تكون هنا الأيام من الزيد 7 عالية تطفر على الشهر الوراء فلازم الشهر كذلك يزيد فهن من زيد 30 زائد 7 وشهر 12 31 يوم شنو صار 6 بس 6 ما شنو 6 1 فالواحد رح نسوي لن زيد 9 ش حيصير رح يصير 10 16 وأكيد على السنة على السنة الجديدة فهيكون 16 2023 تمام فهي النقطة الوحيدة اللي ممكن شوية يصير بها غلط بال شفتوا كلش سهل يعني نادرا ما تغطون بها صعوبة شوية بس هاي السال فهي يعني اذا كان يوم 29 28 27 يعني اي يوم اذا زيد 7 يطفر على الشهر الوراء فلازم تنتبهون انه الزيد شهر وبعدين هذا الشهر تنقصون منه 3 او زيد 9 خايب بالنسبة لل expected today هس خلنا نجي على gestational age خلنا راتبه شوية تمام هس بالنسبة للgestational age هو شوية يعني يدوق بس ان شاء الله حيكون سهل فخلنا اخذ نفس المثال اذا كان last menstrual period 10 1 2023 انا هنه لازم احسب بالاسابيع يعني gestational age مستحيل انا يقول بالاشهر راسا يعني رزلوكم كل بالاسواب يعني نمشي فعلى موض نحن نضبط الاسابيع لازم نعرف انه كل شهر هو 4 اسابيع زائد 2 days يعني الشهر equals 4 weeks plus 2 days 3 شهر equals 13 weeks 6 months equals 26 weeks فهذا لازم تحفظوهن على ما تقدرون تحسبوهن صح ماشي هسا نجي هي 10 1 2023 رح اجر خطاني وش اخذ الشهر الورا 10 2 رح ازيد شهر شهر لحد ما اوصل لليوم اللي انا احسب بي ماشي 10 1 هي ورا شهر حتصير 10 2 ورا 10 3 ورا 10 4 ورا 10 5 10 6 10 7 هاي صارت 23 9 تمام فاني هنا وصلت 10 9 ما ادقر اقول 10 10 يعني بعد مواصلة 10 10 فاوقف تمام هاي اشقد صارت شهرين الشهرين اشقد الشهرين هي 8 weeks plus 4 days تمام ورا ها من 10 9 الى 23 9 اللي هو التاريخ ما اليوم اشقد هاي من 10 9 الى 23 9 تقريبا تطلع 1 plus 6 days يعني تحسبوها اتو هي اقل الاسبوع يعني 13 يوم ف 1 week plus 6 days ورا نحسب 26 اسبوع plus 8 weeks جد تصير 34 weeks تمام 34 weeks plus 1 week 35 weeks وهنا جد عدنا 10 days 10 days هي 1 week plus 1 week plus 3 days فيصير النهاعي هو 36 weeks plus 6 days عفوا 3 days ماشي فهنا اجمعكم 26 weeks plus 8 weeks plus 1 week اول تحسمون الاسابيع 26 8 24 و 1 35 week plus 10 days بس الاقل من اسبوع فهنا نقصها 7 فهنا ستبقى 3 days وهنا سنزيد week عليها 36 weeks plus 3 days ماشي هذا اول مثال هس راح اجي على المثال الثاني last menstrual period هي 5 7 2023 واني اليوم اجر 23 9 2023 اجر خاط وابدي ازيد شهر شهر 5 8 5 9 هاني واصلة بعدني 15 لا فوقف هنه اش قد صارت صارت شهرين شهرين اش قد شهرين 8 weeks plus 4 days لانه هو شهر 4 weeks plus 2 days 2 months 8 weeks plus 4 days تمام هس من 5 9 الى اليوم اللي هو 23 9 هاي جد هنه رح نحسب ها اسابيع فمن 5 9 الى 12 9 سبوع ومن 12 9 الى 19 9 هاي سبوعين تبقى من 19 عفو 19 من 19 9 الى 23 9 4 عيام فشون صارت صارت 2 weeks plus 4 days تمام فس اجمع 8 weeks plus 4 days ويا 2 weeks plus 4 days 28 و 18 10 weeks صارت 8 days فسبوع رح يزيد وين رح يزيد للعشرة فتصير 11 weeks plus 1 day هاذا gestational age ماشي هي كلها يعني رياضيات خلنا نجي على مثال ثاني هواي هواي تدرب هاي last menstrual period 24 23 2023 وحنا اليوم 23 9 2023 هم نترخط ونزيد 24 4 24 5 24 6 24 7 24 8 فاقول هنا 24 9 لا اي اقول لانو كلش قريب فاقول 24 9 وهلي منقوس ناقص 1 حتى لي طلع لي ناقص هاي هما تقدرون تستخدموها بس هاي لا تستخدموها الا اذا يعني كلش قريب التاريخ هاي شوية تخربط ماشي فاي كلش قريب فتقدرون تنقصون يعني بدال ما تزيدون مثل هاي الطريقة انه حسبنا اشقد وزيدنا فتقدرون كذلك تنقصون يعني اشقد وبعدين تنقصون فاتتوب كيف شوفوا شنو رايح كم منشترال بيريات جانت تلافف معاش الفين واثنين وعشرين لي حد تلاثة وعشرين تسعة فاجر خط تلاثين واحد تلاثين اثنين تلاثين تلاثة تلاثين اربعة تلاثين خمسة تلاثين ستة هاي صارت ستة شور يعني شقيت تونتي سيكس ويكس هسه اجي اكمل تلاثين سبعة ثلاثين ثمانية تمام اقدر قول ثلاثين تسعة خلي نجرب نقول ثلاثين تسعة معانو احنا بعدنا مواصلية بس هناش راح اخلي من قوسين انو لازم انقص سبعة ماشي او ويك يعني تقريبا هنا لنقص تمام فهاش قد صارت صارت ثيرتين ويكس لانو ثلاثة شهر فهنا نقص واحد فيساوي ثيرتين ويك هاي اذا بحالة نقص بحالة قلتوا لا مريد النقص فصير ثلاثين سبعة ثلاثين ثمانية شقد ايت ويك بلاس فور دايز ماشي بعدين هم تحسبو من ثلاثين ثمانية الى ثلاثة وعشرين تسعة شقد فهم من ثلاثين ثمانية الى ثلاثة ثلاثين تسعة تقريبا تطلع يعني تقريبا ثري ويك تطلع ثري ويك تقريبا ماشي فهم نزيدوها تطلع يعني بالاخير نفس الشي فاتتوا كيفكم هنان هم التنغيص طلعت اسهل فاتوا يعني حسب شوفوا شن ارتاحت وسهو فهو يطلع تقريبا ثمانية وثلاثين ويك تمام اي هذا كان عدنا اخر مثال فانشال الله يعني استفاديتوا مثل ما قدرتكم مش قد ما تقدرون يعني تدربوا وانشال الله كل اجتسال عليكم ودعتكم اي سؤال تستفسرون على الكورسات احنا نشرح كل كورسات للمرحلة الخامسة فانشال الله تستفادون منها والف سلام وتوفيق